قصة الياقوز هي واحد القصة اللي عادية في الأول ولكن غادي اتخذ واحد التجاهلي هو غريب مع الوليدين ديالها خصوصا مع الأب تالأم عندها دور الأب اللي بعد المرات يدراسه بلي أنه عنده دراية بالدين والشريعة لكن للأسف ما نطبقهاش فراعية دياله وفاهم الدين ديالنا بواحد طريقة اللي هي عوجة وبسار لي في الأساس الدين ديالنا دين الإسلام هو دين يسر دين لين وماشي دين عسر لا تنظروا لكي تستخدموا من قصة أو من حكاية الياقوز سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنت من أنكم تكونوا بخير وعلى آخر وموركم هنا يحوالكم طيبة سأتعليكم بعض الشيء عدنا والعضو أحمدو عرفوا بأنه كان ذكرى المولد النبوي الشريف والناس المتبعين في انستغرام عرفوني على ما غبرت بدل المناسبة إذا كنتوا لم تبعين في انستغرام هو هذا تفضله دارته ورا داركم وهو أصلا دي ما سنكون فيه أكتيف لأنه دائما تنحط في اليوم يديو لي وتنحط فيه حتى بودكاست ليهما إيجابيين بشكل أسبوعي فأنا نتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم بخير على خير وأموركم هانية وأحوالكم طيبة الأولي سأتديركم معكم دائما وأبدا وخا نغبر وخافي من ما مشيت تنقول لكم أنا دائما تنجي تنطلع لكم فما تبخلوش علي بأنكم تغطو لزر الأعجاب لما تكرفكم حتى شيء موجود التحت وأنكم تفعلوا جرس القناة إذا كنتم لم تفعلينه وإذا فعلينه حيدو عدو رجعوه لكي تكونوا دائما من الأول لكي تصلوا بالجديد فأخي ما أتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا لياقوت تربيت الزديد في دولة أوروبية ترعاعت ما بين والدين اللي هم محافظين بالشكل المبالغ فيه والحاجة راكم عارفنا فاشكا تزيد على الحد ديالها ما كتبقاش مزيانة نحن بناء زوج ديال الخواتات والأب ديالي كان ميسور الحال ما تبقر علينا حتى شيء حاجة ولكن الضغوطات اللي هو تيمارس علينا هما اللي غدي وصلوني لواحد المرحلة اللي خلاني أنا نشارككم قصي باش أنا كم تستفدوا منها الأم ديالي صراحة إنسانة لي هي قاسية وما شحني نبح الأمهات نقدر نشوف منها الحنان غير مرة في العام وما فهمتنيش بزاف ديال حواج لا على الدنيا ولا حتى على الدين غادي نوصل واحد المرحلة اللي فيها الأب ديالي غادي يفرض علي الحجاب على سنة سنين وأنا ما زالت نقرف دولة أوروبية أنا ذاك كنت في الابتدائي اللي كان دخلو لها هنا على ست سنين ندخلت بالحجاب ديالي وراكم أن تتخيلوا بدون تفاصيل كمية التنمر اللي كنت كانت تعرض لها وحنا غير أطفال غادي نستمر هذا التنمر من طرف ديالهم وما كنش كان قدر نقولها الواليدية خوفا لا يتراوش مشاكل كبار كانت ضغوطات نفسية من الصغر في هذه الناحية منتجاه الناس اللي ما فاهمينش وما عارفينش الدين حاجة واحدة أخرى غادي تأثر علي نفسيا هي أنه فاش وصلت لتسع سنين بالضبط الأب ديالي غادي يقرر باش أنه ينزلني لمغرب علاش بساطة باش نتعلم اللغة العربية لأنه ديال الساعة هو ما كانش أولا ما عندوش دراية ما كانش عارف بلي أنه كينين مدارس ديال اللغة العربية في ديال المدينة فيش كناك ساكنين في ديال الدولة الأوروبية وكنت أنا ذاك أنا الواحدة في أخوتي اللي غادي يديروا بها هات التجريبة أنا هومي هبطوني عند جداتي أنا ننجلس معها بدون أم ديالي اللي كنت كان شوفها لمدة ثلث سنين غير باش نقرأ هاد اللغة الضغوطات النفسية اللي كانت عليها أنا ذاك غادي ترجع لي وأنا كبيرة بالعكس أخوتي اللي غادي يقرأوا اللغة تمها في مساجد ومقالسين مع وليديا ولكن أنا ما كانش عندي هذا الحد والأب ديالي ما كانش عنده معلومات كثيرة فغادي يضطر باش أنا وين السنين المغرب كيف كنت لكم جداتي بل ما نعود لكم عليها حيثش غير هي بوحدها رقصة هات جداتي ما كتحملناش أو بالأحرى ما كتحملش الأم ديالي بمعنى أصح وأكيد إذا ما كتحملهاش مباشرة ما غاديش تحمل الوليدات ديالي ما كتحملش الأم ديالي خذكم تعرفوا حيثش الأب ديالي كان عندها أنا ذاك واختار الأم ديالي من قاعد الخطاب اللي خطبات ليه فجداتي باش تنتقم جميع الضغوطات التمارسة تعلية من طرفها لمدة ثلاث سنين قل السمعها ماما كانت تجي تزورني شهر في العام وخاصة ترجع أنا بيت كنكمل القراية ديالي تمام في مدرسة خاصة ولكن في العام الثالث ديالي بيت كندوي للأب وبديت كندوي البابا وتنقول لي هي إما غادي تجي تديني بحالي بحال خوتي يا إما غادي ندير شي حاجة فراسي يعني وصلت الواحد للمرحلة اللي هي خيبة وأنفسي صغير غادي نرجع لي عند أخوتي نجلس معهم ونفسيتي غادي تبدأ تترتاح وانا ذاك كانت عندي غير 13 لسنة دوست عامين ديال القراية باش أنا نوصل للمرحلة نختار المجال اللي بغيت نستمر فيه خسرت علم النفسي ديال الأطفال اللي كان كيبال يبلي أنه سهل وبحكم أنه كانوا تعجبوني بززاف الدلال الصغار لكن عامين قبل كعشت ضغوطات نفسي من طرف الأب إنسانة مراهقة عند 14 لسنة وخصوصا معي أنا اللي بنت اللي كنت الكبيرة فما خصوصني ندير غلوس على الأقل ولا وحتى في الدار وما لبس اللباس اللي هو ضيق بمعنى تيشيرت وما جاوره ممنوع هادشي كله أنا اللي نديره في الدار علما أننا بناتنا عين العائلة بابا وماما وأخوتي فقط كان مفروض علينا عباية طوال ما شي عباية عباية ولكن مهم كساوي اللي هو ما طوال في الدار وتخيلوا كنت كنت ندير الزيف حتى في الدار حتى ندخل لبيتي ونسدع ليها أنا كنت كنت نستغرب ونسألوا لماذا الأبديالي تدير معي بحال هكا هو صراحة ما كانش حارمنا من نواله خصوصا فش كنا كان نجيو المغرب شاريلينا اللي بغينا وواكلي اللي بغينا وكان نظروا زوج ديال مرات في الشهر فش كنا نجيو بالحساب كانت فعلا نفسيتي مدمرة حرفيا ما عرفش أخوتي ولكن عن نفسي آه فش كنت كنت نشكي على ماما فش كنت 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 تدير حتى شي حاجة حتى كنت تقول ليها وهذاك بابك شو ندير ليه تلحيه تنكره فأنا ضربت عليها واختاريت أنني ما نبقاش نصرها بأي حاجة في خاطري الضراج أنه غدين بلخ على سنة 11 سنة وأنا ما عرفش نتيترالي وكنت كان نزف بالدم وخايفة أنا مشي نقولها لأم ديالي وببساطة خايفة لأنا تضربني أو لتلومني بلي أنا ودرت شي حاجة فراسي حيث ما هي مقربة مني ما أنا عرفش حاجة يعني من كثرة الخوف وقلة الحوار اللي تربينا فيه كانت هذه هي النتيجة مع الوقت فهمت بلي أنا والفلوس ماشي كل شي والراحة النفسية مهمة وخي يكون عندك غير عشاليلة المهم غدي تدوز هاد عامين ودخلت المدرسة جديدة ديال العلم من نفس الأطفال وكانت بعيدة من دارنا بثلاثة ديال السوايع والأب ديالي وهنا غدي يقترح على العمل ديالي حيث تعيش في نفس المدينة فين كينا ديك المدرسة باش أنا نقلس عنده وبصراحة كنت قلسة معاه معززة مكرمة وعمرني ما اسمعت منه كلام العيب واللي كانت يدير مع أولاده كانت كيديره معايا ما كانش كيدير ما بينتنا الفرق وخاء كي يجيب لهم فاندة حيث هم كانوا صغر بزاف فكانت يجيب لي حتى أنا والحمد لله عمامي كلهم عندي معهم على قزوينة وطيدة ولكن الراحة النفسية ما غديش تكون مع عمي لأنه ببساطة ماشي المشكل فيه ولكن مرته قتلتها الغيرة من جهتي على كيف هش هو كانت يعملني قبل ما نخرج كان ديما كي يعطني واحد المبلغ مني اللي هو بسيط ورغم أنه الأب ديالي عمره ما خلالي يا جيبي خاوي وهنا غدي تبدأ مع معاناة مع عمرت العم اللي كتبدأ كتغير مني وعليش كتعطيها ودد لها وتفعل لها فاش كنت كان جيك من المدراسة وكان عمي في الخدمة فباش هيك تنتاقم مني ما كانش كتخلي لي لغدا فكنت كان ضر انا نأكل على برا او لا نجيب لي شي حاجة نأكلها بتخبية سنقرف هذه المدراسة لمدة ثلاثين ولكن ما كملش لأنه في أول سنة ديالي سنتعرف على واحد الإنسان في البلاكات ديال الطوبيس واللي هو من الأصول العربية كنت كل مرة كانت سنة الطوبيس اللي ديني مدراسة كانت يبلية هاد الشاب كي شوفني بنظرات اللي هم ديال الإعجاب استمرات هاد الحالة لمدة أسبوعين كي شوفيه وكنشوفيه حتى غادي يجي وتجرأ لي وطلب الرقم ديالي وانا كيف قلت لكم بحكم انني عايشة في واحد البيئة صاري مبلا قياس وكان خاف غير مجنابي فما بالك انه كي تعرفي الى الشخص وتخرجي معاه او لا تبادل انتي ويا نوامر فكنت رفض هاد الموضوع ارفض لي كان تهم لا نقاش فيه كتلي غير سمحي يا اخويا ما نقدرش نعطيك وغادي يستمر هاد الحاح دياله وغادي يقنعني في الاخير وغادي نستسلم وغادي نعطيه الرقم ديالي ولكن قلت له رقمي عندك ولكن ما تصفتش لي لاناو الاب ديالي تي رقبني وصاري معايا الاب ديالي كان رافض رافض تام ديال انه الواتساب ديالي يكون فيش حد من غيره هو وماما مستحيل اصلا يكون شخص واحد اخر او اللا غادي ينتمني ويحيد لي التليفون لمدة طويلة كعقاب ويقدر قاعد يقلسني في الدار ورادرها انا جاي لكم القصة في ذلك الوقت ما كنت اصلا امتلي شارجي على فيسبوك لانستغرام لحتى اشي حاجة فغادي اضطح لي فكرة ان امتلي شارجي على انستغرام ونخبيه اعطيت للك الصديق الحساب ديالي ونمرتي وكان دوليه إلا في الضروري وقالت لي هذا هو حسابي وهذا شي كله هاعلاش وهاعلاش حكيت للقصة ديالي معاوبة بجميع تفاصيلها بقنا كنت اصلا في ذلك الكنتب التخبية حتى التطورات العلاقة الى علاقة حب وفي وقت الحصة الفارغين كنت اصلا كنت اصلا استمرت العلاقة وبدأت كنت ارى ان هذا السيد فعلا يبغيني وعمره مقلل علي الاداب او لحتى الاحترام او تخيلوا معايا عمره اصلا مقاليا لاجي عندي الدار او لاجي ديري هذا انسان حتى هو عايش هنا ولكن والديه ما عايش معاه خدام وكريم عز وفرية يعني انسان اللي هو حرق ودار الوريقات اللي بجهد دياله وتيقلب على لوقت ما تعيش دياله وهذا اكثر حاجة عجبتني فيه لانه دمار وراجل علاقتنا استمرات في العام الثاني ديالنا قررت باش انه يدير معايا شي حل وغادي نقول علي بطريقة غير مرباشرة فهذه النقطة بغيت نقول لكم واحد الحاجة نسيتم اكتريكم في الاول شو غادي خليها الانسان وحتى اننا انتصرعوا باش يجي يخطبني ببساطة كانت عندي واحد صاحبت اللي كانت تقرأ معايا من تدينا وهي كانت تدير الحجاب الشرعي ولكن انا كنت تدير حجاب اللي عادي وكنت تقفيها وكنت تعطيها الاسرار ديالي وتنعود لها للعلاقة ديالي بهذا الانسان وهي بحيلة كانت تقرس مني ومعاجبهاش الحال وكيفاش انتي تسبقيني وانا في هاد المدينة قبل منك وكبر منك بعام هذا كبوة كان عقلها هي بحكم انه كنت تخرج مع هاد الشاب وكنت كان عايت على عمي اراني مع الطلاف المدراسة وما كانت تدير حتى يجيب حتى الاب ديالي بحيلة صافي اعرفوني وتقو فيها حيث عمرني مادرت اصلا شي حاجة اللي هي خيبة المهم هاد الصديقة ديالي للأسف واحد نهار سيأتي عندي وتقول لي يا يا قوت واش فرصك قللي انا وقع الناس سيقي الخبار باللي انه كتمشي مع فلان وانتي بنت فلان ومن الاحسن انه يمشي يخطبك من داركم حيث اذا مش تحتوصل للخبار لداركم ما غاديش يعجبهم الحال وهنا ببساطة لانه كنت عارفة مزيان انه الاب ديالي مستحيل انه يزوجني بشي واحد من دولة عربية وحد اخرى او حتى في هاد السن لانه عندي اولوياتي هي الدراسة والخدمة وما عنديش الحق انه نفكر في الزواج وحيث كنت غادة ابنية صافية وباغى هاد الانسان وما باغاش نخسر علاقتي بوالي ديالي انه يجي في شهر ثلاثة من بعد ما اعطيت لي النمرة الاب ديالي ويدويلي عمي راح عجبتني بنتك وبغيت انتقدم ليها قال لي بابا اسمعها فلان انا ما عنديش بنات للزواج وحتى اذا فكرت انني نزوجها ما غاديش نزوجها بجنسية من غير مغربية واصلا بغيتها باش تكمل قريتها وتكون مستقبلها وديك الساعة انا اللي غادي نزوجها بشكون بغاها خاطري انا اقطع لي التليفون هذا الانسان من اللي اسمعها ماشي تخلى عليها وقال لي يا صفي بابا كرا ما بغاش اللي يعاون بقى بجنبي سانبني وعاونني وقال لي انا ما غاديش نخليك وغادي نبقى معاك غادي يطلع معايا يا رجل خصوصا وانا فسي اللي مراهقة وحليت عيني في الدنيا عالي هو هو اللي كانت ينقدني بزاف ديال الوحول والاغلاط قبل ما نوقع فيهم كانت محجبة عمواني مادرت شي حاجة لي تغضب مولانا واللحتة واليدية واخا كنت معاه كانت العلاقة ديالنا والله العظيم مبني على الاحترام وهنا فين غادي ندخل في الضراب نفسي واكتئاب اهملت الدراسة ديالي علما انني كنت من الاوائل السمرين على هذا الحال وابقى على تواصل معايا واخرجت العطلة وابقى مسدود عليها فكنت مرة مرة نظر معاه بالتخبية في الانستغرام هو تعلق بزاف بيا وممكن انا قاح كتر منه حيثش الخطأ الكبير هو انه ما لقيتش في الاب ديالي وعائلتي اللي لقيت فيه هو حني نضريف وما كيغودش عليا وفهمني عاطني الحرية ديالي التامة اللي انا وطيق فيها كانت واحد العلاقة ما بينتنا اللي الشديدة السنة الثالثة ديالي اللي كنت فيها غا ندخل المدرسة غادي انتلقى انا وهاد السيد اللي كبر مني في ثلث سنين وغادي اقترحي الياب لانه خاصنا شي طريقة اللي غادي نحط فيها الوالدين ديالنا امام امر الواقع وحتى والدي اللي انا وما كانوا شباغين حينها تنفكروا 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 ورغم ماذا شي كاملوا والله العظيم عمرني او اللي عمرنا ما فكرنا فترك الحرام كنا فعلا اخر حاجة كنا كنفكروا فيها فغادي سنجو في الاخير باللي انا هو الطريقة الانسب لنبزوج هي انا ننهربه فهو كان جاته فرصة تعمل زوينة وبالدار اللي هي خرج ديالي المنطقة اللي انا عيش فيها ثلاثمية كيلومتر مشيت معها هذي كل الليلة خليت احتنعس كل شي ومشي نوحية الرقم خرجت من الطار وحيت الرقم ديالي بقيت معها لمدة اربع ايام اثناء هذ الفترة والدية عيطت على البوليس وطرت البلبلة والهايلالة والبوليس نادو تتعيطوا الهادسي اللي جابوا الرقم دياله من عند والدية اللي كانوا عارفين باللي انا كنت متعلقة بيه واول حاجة جاتهم في بالهم باللي انا نهربت معاه من بعدها فشفت البوليس تدخل في الموضوع خفت عليه لانه توقع عليه شي حاجة اما هو ما كانش خايف نهائيا على راسه او اللحت على اوراقه او اللحت على خدمته وكأنه معمي من بعد ذلك ربع ايام هذي نتجرأ ونعيط البابا ونقول لي اذا حيتي البلاغ اللي درتي هذي نرجع برجلية وفي اعلان ذك شلي كان حيض بابا البلاغ ومشيت مباشرة للدار وهنا هذي تحطو امام امر الواقع شكوب لي انا وطرت شي حاجة ما بينتنا لكن والله العظيم موقع حوالو واخا جمعتنا دار واحدة كان يحترمني وعطني بيت بوحدي الضجز انه ما كانش يقلس معايا خوفا لانه يغررنا الشيطان كان يجي بيغل المكلة وكيسوني ما بغيته وكيخرج من بعد ذلك شهور غادي تقدمني رسميا وغادي يوفق بابا حيتيش ما عندوش حل واحد اخر وغادي يتجمعون ديروا خطبة كبيرة كأن شيئا لم يكن وبدون علم العائلة اللي كانت بعيدة كانوا اسئلا تعالي بنت باقة صغيرة وعلا شو كيفاش ولكن وليديه كانوا كي يجاوبوا بغات الله يسهل عليا وخل ابدي يوافق لكن ما تقبلش الفكرة نهائيا وما حاملوش من بعد الخطبة اللي دازو شهر 12 شهر 5 بالطبط غادي نديروا العرس لكن قبل هادو شهر 5 طروا احداث ليهما طويلة بزاف منهم الابدي يلي كان قبل باش انهم نديروا هذه الخطبة فقط باش يسكني وكان باغين انهم يديروا لي اي حاجة باش انهم لا نديروا بهذا السيد علما انه لم يكنش نديروا معه في هذه المرحلة ببساطة لانه الابدي حيدي التليفون وممانوع نديروا معه حتى يكون راسه وينضج حادي يجي نقدروا نقوله مشكلة في هذه المرحلة لانه خايف عليها انا ذاك السيد اللي نسميه الخطيب في هذه المرحلة كانت الاحوال دياله مضيقة واحد شوية المهم هذي خمس شهور كنت مضغوطة بزاف ما نديروا معه مره مره كنت نسرق التليفون باش انا ننصفت باش نسول فيه ونبلوكيه حالتي النفسية مع اختي كانت خايبة لانهم كانوا يسمعوني المنقيه كيف تقولوا خياره تأثرت بزاف وليديه ما كانوش متقبليني كانوا تشوفوا فيها نظرانة عشمي ازاز والزنقة وبلنتي خايبة وضغي الواد اللي جا غا يديك علما انني كنت كان حلف لهم دائما ونأكد لهم باللي انه عمره ما تجرى انه يمسني او لا يتقرب مني ولكن ورغم ذلك ما تقبلوش الوضع المهم زوجنا شهر خمسة من بعد معاناة الطويلة لانتزوجنا عند الشيخ في المسجد وحد زواج اللي كان شارعي لم تزوجنا في زواج الوراق في الاول لانه كانت تسناه جواب القنصولية الدولة العربية باش انه معطوه ورقة انا في ذلك شهر خمسة وصلت معي الدرجة انه الحالة النفسية اللي كنت فيها غر نراسي وقسيم بالله من كدب عليكم غا دي نرمي راسي من الشرجم دي المرحاة دي نظرنا بدون ما انا نفكر كنا عايشين في الجبل دي المنطقة كل واحد في داره كنا بعادين على بعضياتنا بمسافات وقسيم بالله والمفاجأة الكبرى انا وفقت الوعي دي ومبعد ما فقط لقيت راسي باللي انا صحيحة في صحة وما فيه حتى ولا وجرحة حمدت الله وشكرته على انه لقى لي يديه وما البشل يتهور ديالي اللي فيه كنت غا دي نخسر الدين والدنيا هذا الشي كله بسبب ديك المرحلة النفسية اللي وصلت لها بسبب وليديا وقفوني على الدراسة ومحبوسة خمش شهور في الدار اللي ما كنش كان خرج ولا كان طل فيهم والتليفون كان محيد لي حمدت الله من بعد ذلك الحدث وعرفت باللي انا هوربي تيبغيني وحماني فاشواليديا ساقوا الخبار لاشنو درت هادشي هو اللي غا دي خليهم باش انهم يستسلموا ويزوجون لدك شهر خمسة عن الشيخ في المسجد وهذه المرحلة قصتها بوحدة جابنا بابا في الطموبيل عند الشيخ سأدخل بوحده وجاء الخطيب مع أطراف من العائلة وصحابه اللي كانوا فرحانين به جاب لي الشكولات والصدق اما الاب دي لم يقابلش انا نهبط من الطموبيل وغادي يجيب لي الوراق نسنيع ليهم والمهر دي والهدايا دي يعني حتى دكت تصور لمن حقي انني نديرهم بحالي بحال الناس مدرتهم مش وكتشارية جلبة وبيضة بالعشق وما كانش عندي الحق واني نشوف راجلي تزوج به وقلت ماشي مشكلة ما بقى قد ما فات رجعت للدار والدية والمفاجأة انه انا اليوم بقى معهم فانتدار انه راجلي يلقى لنا الكلب باش اننا نستقروا فيها لانه المنطقة اللي احنا فيها ماشي الخطة ما كان غير من 8 اورو الفوق لحد الساعة والي دي ما تقبلين شهاد السيد وما حاملين نوش الآن احنا مزوجين من غير انا نكنت انه ديك الورقة دي الشهادة دي العزوبية لانها طلع ليه مزوجين شرعا ولكن ممكنش نخرج معاه ما نفوتش معاه 8 دي الليل فشارعا وقانونا دي ما هو راجلي علشان ما غديش ندوي معاه إلا بسواع في الحرام كنت ندوي معاه بسواع وبتخبية ودبال هضراء قليلة وما يمكنش يجي لدنا ولا حتى يشوفني واذا غير يجيب ليش هدية يفرحني بها ما يقدرش لانه ما يقدرش لتحمل الهضراء دي الأب ديالي اللي هي قاسية بزوج مزوجين ومحرومين ببعضياتنا فينا هو المنطقة ببساطة بابا يقول إذا القدار سيأتي وسيري في حرك واذا لا نشوف شانا وجهه هنا سيأتي القصة بأنني معلقة ومعرفة رأسي من رجلي كيف تقولوا ماني عروسة ماني مزوجة والذي في الأخير سيتقبلوني وبنتنا له ضرب القياس والذي كان يقول لراجلي أنا مزوجة شوف لنا غير شي يقفص اللي كان غير نخرج من هنا وما نعيش بغير ملصائح من أي وحدة هذه السماء قصة أنكم تخففوا عني هذا الحمل أنا يالله عندي 20 سنة وعيش شي حويج لي وما كبر مني كانت مننا نلقى نصائح اللي في يدوني من هنا القدام والعبرة من هذه القصة ونصيحتي لكل بنت اللي عندها شي أب مصاحبها لا تحاولش أنها تقلب على شي حاجة برا حيث عندها لتنية وما فيها أما اللي عندها شي أب قاسع لها حاولي أنك تقربي منه وتغيري منه وخانا ما قدتش الضغوطات اللي كان عيشوا وحنا صغار كانت تأثر علينا وحنا كبار للأسف أما الأم خاصة تكون قريبة من بنتها وتصحبها قبل ما تحلعينها على الدنيا وتشرح لها واحد جوج ثلاثة والأب يصحب بنته فاشي يكون عندها مشكل غادي تمشي من هالرسة هكا تجري لعنده وتقولها لي عشنو كين وعشنو كين تلبسه تقد قدامه وقدام الناس ما غاديش تدير ما هو ممنوع لأنه ما تعطيهش خطرها حنا عندنا ذيك الجملة الشهيرة وحتى تمشي لدار رجلها وحتى تدير وحتى تتفعل وهذا مفهوم وخلط بزاف اللي تخلك أنك ترتكب بزاف ديال الأخطاء النصيحة الأخرى إذا كنت كتبغيش أولد الناس ونتأكدة بلي أنا وكيبغيك وتتبغي تحدى ودني على قبل هذه الحب حيتاش خير والمتحابين الزواج هذا كلام سيدنا رسول الله ما كيش محسن من الحلال وتديني بالشان والمرشان وبالقانون والشرع ماشي الضربية في الدور أنا ما كنش رجعش لبنات أنهم يديروا بحالي حتى لكن إذا لقيت اللي يصلح لك ويختار كنتية وشفتهم في مولانا تحدي العالم بما يرضي الله علاق بكم عفاكم أنا مزوجة فيكم أهونوا علي واحد شوية قولوا لي شنو ندير ما كنتش نقرأ الدعوات ديالكم أنه دعووا معي ربي سهل علي يكمل علي بالخير فيما قريب لأنه فعلا أنا محتاجة ليهم بزاف في حياتي وما لقيتوش ماشي حيتش وما بغاش ولكن العين بصيرة واليد قصيرة للمشكل في الوالدين للأسف هذه هي حكيتي وهذه هي كانت حكاية لي قوت يا أستاذ يكيرا لا يذي شي والدين وخلاص ما فهم شنو المقصودة ولا الرسالة اللي بغيوصلها لأب البنته وخنات زوجة شرعا وقانون بات الشخص ما هو بخوف ولا بأمان ولا بحب لكن غير ضغوطات نفسية وكذلك تؤثر وكذير عقد الوليدات فأنا كنت من الله عز وجل أنه يفرج عليك في مقارب أنا متكداب إن شاء الله بلعجي كله يبقى غير قاسة غير شي شوية ديالتصبر إن الله مع الصابرين فضمتوا في رعاية الله وحفظي ما تنسو شعفكم ليقوتم التعليقات جيلكم جميلة بشأنكم تفرحوا لأقلبها وضمتوا في رعاية الله وحفظي وسلام سلام 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 اشتركوا في القناة